الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قطوف قرآنية وحلقة اليوم همة جدا لأنها تمس الإيمان والعقيدة وهي عن أدب الحديث مع الله أو عن الله في القرآن الكريم الحقيقة أن كثير من الناس قد يقع في خطأ عندما يتكلم عن أسماء الله أو صفات الله أو نعم الله ولا يكون عنده شيء من الخشوع أو الخضوع أو الوقار لأن ربنا عز وجل يقول ما لكم لا ترجون لله وقار والأدب مطلوب منا نحن معشر المسلمين رجالا ونساء شبابا وشيوخا عندما نتحدث عن الله أو مع الله سبحانه وتعالى في المناجاة أو في الدعاء أو السؤال لأن الله تبارك وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي كلمة تخرج بتسجل علينا وقال سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون والأدب مع الله مطلوب لأن الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل والنعم والإحسان يعني لا يجوز أن واحد يتعامل مع الناس بالأدب في الألفاظ والكلمات ثم يتجرأ على الله سبحانه وتعالى في الحديث معه أو عنه سبحانه وتعالى سنضرب أمثلة يعني مثلا سيدنا آدم عليه السلام عندما حدثت له مسألة الأكل من الشجرة وغضب الله عليه قال ربنا عز وجل على لسان سيدنا آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ما قالش يا رب دا قدر أنت كتبه علي أو أنت اللي كتبت علي دا يبقى أنا ما تحسبش لا شوف ظلمنا أنفسنا اتهم نفسه بالتقصير والظلم ولم ينسب أي شيء فيه إلى الله تبارك وتعالى شيء جميل أنك تتعلم كيف تتعامل في الألفاظ والكلمات مع ربك سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام انظروا ماذا قال قال وإذا مردت فهو يشفيني ما ألشئ أن الله هو الذي أمرضني مع أن المرض من عند الله لكن ينسب دايما النقص أو المرض أو الأزى إلى نفسه تأدبا مع الله سبحانه وتعالى أيضا عندما طلب سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يرى كيف يحيي الله الموت انظروا إلى الأدب قال ربي أرني كيف تحيي الموت لو هو عنده شك كان يقول ربي كيف تحيي الموت لكن هو عنده إيمان يقول أنا نفسي أصل إلى درجة الرؤية كيفية إحياء الموت وده أدب أيضا في مسألة ذبح ولديه سيدنا إسماعيل عليه السلام يقولوا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ما قالوش إن الله أمرني لأن الزبح فيما شقة وقتل نفس مع أنه أمر من الله سبحانه وتعالى لكن يقول له ينسب هذا بعيدا عن الرؤية شيء جميل جدا أنك تتعلم أن تكون يعني مؤدبا كريما متلطفا مع الله سبحانه وتعالى مش الناس اللي بتتبجح تقولك هو ليه ربنا خلق فلان فقير وليه فلان قصير وليه فلان أسود لنتأدب مع الله ليه يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم ليه لأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بحكمة ولحكمة برضي يقولك مثلا يعني بعض الناس الجهلة يقولك أصل ربنا خلق فلان لبعد ما استكفى أو كمالة عدد هذا ليس أدب إزاي تقول كده على ربنا لأن الله يقول إن كل شيء خلقناه بقدر فاحنا عايزين نتعلم لأن الناس الآن كثير من الناس في المجتمعات يعني بتعامل مع ربنا كأنه واحد صاحبه واحد صديقه لكن الله سبحانه وتعالى صاحبه المقام العظيم صاحبه الفضل الكبير صاحبه الكمال والجلال والجمال يبقى تتأدب مع الله يعني وانت بتخاطب واحد رئيسك أو مدير شركتك أو زو منصب عريض أو مكانة أسلوبك بيبقى فيه أدب لكن أضرب مثال مثلا شوف قصة البقرة التي حدست في بني إسرائيل مع سيدنا موسى عليه السلام هما يقولوا إيه أدعو لنا ربك سيدنا موسى قالهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الأمر من ربنا قالوا أتتخذونا هزوة تبت هزر يعني هما حتى الأمر نفسه خدوه بعدم اهتمام بعدم أدب بعدم توقير بعدم تقدير وده عداد بتنتشر في المجتمعات فلما سيدنا موسى يكلمه يقولوا إدعو لنا ربك ربك أنت طب ما تقولوا إدعو لنا ربنا نحن شيء ليس فيه أدب وبيبان من الكلام برضي يقولهم إن الله يقول كذا 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 يقولوا إدعو لنا ربك يبين لنا ما لونها هما يعني كلمة ربك دي فيها شيء يدل على عدم الأدب في الخطاب مع الله سبحانه وتعالى لذلك نجد هذا عيب كبير إن الناس بتتكلم عن الله عز وجل أو مع الله بأسلوب لا يليق ولا يجوز شوف سيدنا أيوب عليه السلام يقول إيه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يعني ما يقولش يا رب أنت اللي ضرتني أو اللي أنت اللي أمرطني لا ده الضر جاني نتيجة مثلا ممكن إهمال مني أكلت أكل خاطئة أو شوف ينسب العيبة لنفسه وبعدين برضو لما يطلب الشفاء ما يطلبوش كأمر واجب لا يقوله أنت أرحم الراحمين يعني رحمتك وسعى ودخني أنا فيها سبحان الله أدب عظيم جدا سيدنا الخضر عليه السلام شوف الأدب بتاعه لما خرق السفينة قلوا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها ما قالش أمرني ربي أن أعيبها معيني ده أمر لأنه هو في آخر الآيات قلوا وما فعلتوه عن أمري يعني الكلام ده بوحي وحي منه لكن المسلم العاقل الرشيد الحكيم دائما ينسب العيبة لنفسه وينسب الكمال لله عز وجل شوف أردت أن أعيبها ليه برضو عند قتل الغلام فأراد ربك أن يعني يحدث كذا 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 أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقربا ليه فيه خير جاي ده نوع إحنا بنسميه الأدب مع الله تبارك وتعالى في الكلام الجن نفسه الجن المسلم قاله إيه وَأَنَّا لَنَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ مُرَشَدَةً شوف نسب الرشد إلى الله عز وجل طب ما كان ممكن الجن يقوله وَأَنَّا لَنَدْرِي أَشَرٌ أَرَادَ يَا اللَّهُ بِهِمْ فِي الْأَرْضِ لا عيب ما يصحش إحنا بنشوف ناس كتيرة بتتجرأ على الله عز وجل بالكلام سواء في الإعلام سواء في الصحف سواء في الطرق جرأ على ربنا كده بأسلوب عجيب وهذا لا يلق مع أن الكلمة دي قد تهو به في النار سبعين سنة لشان كده بنقول لازم نتأدب مع الله سبحانه وتعالى تعرف أسماء الله الحسنى صفاته العلى تعرف أحكامه الشرعية سيدنا عيسى عليه السلام بيقول إيه إن تعذبهم فإنهم عبادك ليه إنهم خلف أمر ربنا وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لأن هذا المقام يعني فيه معصية فينفعش الرحمة تيجي مع المعصية لا الحكمة والعزة القوة نحن عايزين يا أخواننا نتعلم الآن لما نزلت في سورة البقرة يقول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعا شباء الأدب قال أحد الصحابة ما أجمل هذه البيعة وهذه الصفقة المال مال الله يعطيه لنا ثم يطلبه منا ويعطينا عليه أضعافا مضعفا وواحد من الصحابة رضي الله عنهم تصدق بحضيقة فيها ستمائة نخلة اللي هو سيدنا أبو الدحداح شباء اليهود يقل إيه الآن يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أحد اليهود لقد افتقر رب محمد صلى الله عليه وسلم فاحتاج منا إلى قرض أو مساعدة ملي إيه ده الله صاحب الملك كله وخزائن السماوات الأرض بيده الفقير فنزلت الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير الحق بغير الحق ونقول ذوقوا عذب الحر ده سوء أدب هو معنى أن ربنا أقول لك اقردني يبقى ربنا لا يحتاج حشى لله فشوف الجهل والحمق والسفاه ما تقولش ليه ربنا عمل كده أو ليه حصل كده زي ما واحد يقولك فلان مات يقولك ربنا افتكر حاشى لله ربنا لا يضل ولا ينسى أبدا قول توفاه الله الجماعة اللي بيخلفوا الشرع أو الدين نتيجة جهة محتاجين يتعلموا لما تحولت القبلة قال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ربنا رد قال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم ليه بقى أصل لو تحولت القبلة ناحية الشر هيلو ليه وتحولت ناحية الغرب ليه مش عجبهم حال فربنا قال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم لأن بعض الناس قال أن النبي محمد لا يعرف أين يتجه والبعض الآخر قال رجع إلى قبلته الأولى والتاني قال لا ده هو حب القبلة بتاعة القدس نحن نقول نسلم الأمر لله عز وجل ليه لأن المسلم الحقيقي الذي يكون مؤدبا مع الله سبحانه وتعالى يقول سمعنا وأطعنا مش كل حاجة أقول لماذا وليه ويتهم الإسلام أو يعني يعني يحاول يجد جدل في بعض الآيات أو المسميات كما قال الله عز وجل ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب بعض الناس يقول لك أصدر ربنا كاتب لك كده يعد يشرب خمرة يزني يسر يقول لك هذا غير مؤدب وده قاله بعض السفهاء اسمع ما يقول الله عز وجل في صورة الأعراف وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ربنا رد علينا قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقلون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقصد يقول لك أصلحنا ربنا علينا كده وهو عايز كده إزاي اطلعت الغيبة أنت أم انت خصت عند الله عهده يعني الناس اللي عمالة تجادل في علم الله في أسماء الله وفي صفات الله وفي قدر الله دول ما عندهمش أدب لم يتعلموا الأدب مع الله عز وجل كما كان الأنبياء عليهم صلى الله عليه وسلم يعلمون الناس الأدب مع الله عز وجل يا أخي لازم تتأدب مع ربنا في كل الكلمة لا تعترض على شيء الكون كله يسير بحكمة وبترتيب فييجي واحد يقول لك لماذا فلان ضعيف وفلان مريض وفلان غني وفلان أبيض وفلان أسود وفلان ربنا أرد وقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فإحنا عايزين نتعلم الأدب مع الله سبحانه وتعالى وفي الحديث عن الله لأن بعض الناس قد يقع في خطيئة كبيرة لا يدري ضررها ولا خسارتها ليه أو ماشي مع الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يشكرون مسألة صعبة جدا يبقى الأدب مع ربنا في الحديث محتاج نتعلم نجلس في مجالس العلم في المساجد نجلس مع العلماء نقرأ القرآن نشوف شوف سيدنا يوسف عليه السلام يقول لي إيه يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا شوف قادي أول حاجة الرؤية اللي ألهاله من الأول بقى نقول ليه وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن طب ما قالش ليه أخرجني من البئر أو الجب مش عايزي تذكر إخواته شوف الأدب أه والوجاء بكم من البدو ما قالش يجيه بسبب الفقر تكيين لا ويقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي يا سلام سلام على الأدب ده إحنا عايزين يا أخوانا فعلا نجلس مع مائدة القرآن نتأدب مع الله عز وجل ثم مع الرسول إحنا بنتكلم نهارضة عن الأدب مع الله لأن في ناس متبجحة عندها وقاحة وربنا سمى الذين يسيئون الأدب بالسفهاء وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم سفهاء ولك ليعلمون فإحنا أمامنا مسألة صعبة نحتاجين نتعلمها كل واحد الصبح بعض الناس يصبح صاخت مش عجبه تقول لك يقول لك هو يا أخي ده ربنا ده كذا كذا تقول له حاشا تأدب يا أخي لو علمت الغيب لراضيت بالواقع يعني دي حكمة لو علمت الغيب لراضيت بالواقع وليس في الإمكان أبدع مما كان يعني الناس اللي بتختلف مش عجبها الحال سواء بقى نحية الرزق الإنجاب أو الابتلاءات اللي بتحصل لا ربنا بيقول ولا نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين يا سلام الصابرين دول راضين بقضاء الله وقدره لكن المتصخط الذي يسيء الأدب مع الله عز وجل مش عجبه حاجة زي مين زي المنافقين والعزولة وكان بعض الناس يقول إيه والله أنا هدخل الإسلام لو الفلوس كترت المال كتر والعال كترت والغنم والبقر والإبل والزرع يبقى خير حصل ابتلاءات شديدة يبقى الدين ده مش مش طيب فتنزل الآية وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَهِ وَإِنْ قَلَبَ عَلَى وَجِهِ خَسْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذلك هو الخسران المبين شوف شوف السفاء المؤمن راضي ومؤمن بقضاء الله وقدره ولا يعترض على شيء من أحكام الله في الكون ويعلم أن هناك مقادير بيد الله عز وجل مقدرة يعني واحد ما بيخلفش ما يمكن الإنجاب ده كان هيدور رأك الولد يطلع عاق أو يكون سبب زي ما حصل مع قصة سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا الخضر قد يكون الفقر نعمة اللي لأنه في حديث قدسي يقول الله عز وجل إن من عبادي من لا يصلح إيمانه وحاله إلا الغنى ولو أفخرتوه لفسد حاله وإن من عبادي من لا يصلح حاله إلا الفقر ولو أغنيتوه لفسد حاله وإن من عبادي من لا يصلح حاله إلا المرض ونوع تاني لا يصلح حاله إلا الصحة شوف بقى آخر الحديث نقطة مهمة جدا وإن من عبادي من يسألني بابا من العلم فأمنع ذلك عنه واحد يقول يا رب أحفظ القرآن يقول له ربنا لا ربنا ما أدلوش القرآن يا رب أصدق يامل ربنا أقول له لا واحد تنق أصوم يوم ويوم ربنا أقول له لا هو بيطلب لي يا رب يقول إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير طب ما أدلوش ليه دي يقول لك أمنع ذلك عنه مخافة عليه أن يصيبه الكبرياء والعجب ما ممكن يحصل له سبحان الله لو عرفت سر الله في القدر وفي الكون تكون مطمئنة مستريحة البال فلازم نتأدب يقول لك ليه فلندا اتولد مشلول أوليدا جاله عمى أوليدا ابتلي بمرض أوليدا فقير رغم أنه بيصلي أوليدا غني رغم أنه عاصي أنت دع الملك للمالك ودع الخلق للخالق وتأدب مع الله وكما قال الشاعر ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب الله يعطي من يشاء فقف عند حد الأدم إحنا عايزين نتعلم لأن يا أخوانا في ناس بتتبجح على الله عز وجل وإحنا مطلوبين أن نحن نوقر الله يعني نكون في حسن خلق مع الله في أدب مع الله مش واحد يقول لك يدي الحلق للبلا ودين الله يعني أنت أعلم من ربنا يقول لك ده فلان ده ما يستهلش النعم اللي هو فيه يا أخي أنت لا تعلم فإذا لابد أن نتعلم الأدب مع الله سبحانه وتعالى في كل شيء في العبادة في العمل في الرزق في القدر اللي موجود في الكون ليه لأن إحنا لا نعلم الحكمة ولا نعلم ما في الغيب من أسرار وأخبار الاعتراض دايما بيؤدي إلى التضييق تضييق لأمه سيدنا عبد الله ابن عباس رضا الله عنه عن أبيه يقول إن اليهود لو أطاعوا نبي الله موسى وذبحوا البقرة لأجزاءت خلاص ربنا بقول لك اتبع بقرة اتبع بقرة لكن تقوله تخيل كده لو أنت راح تشيري لحمة من عند الجزار تقوله أنا عايز كده لحمة حاضر بس تكون بقرة حاضر والبقرة من الهند حاضر وتكون صفرة حاضر وتكون متجوزة طور استرالي هيدربك بالسكينة لأن أنت ما عندكش أدب فتخيل بعض الناس ورثوا هذا الجدال وهذه السفاهة من أعداء الإسلام وبعدين شوف الصحاب لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا فيه إساءة لله عز وجل أو إساءة للنبي أو الإساءة للدين لكن لما تسمع السؤال يقولي ناس بتقولي سيدنا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالت تق الله إذا مائدة الكون كله بيدي الله عز وجل وفي ملكه وتحت أمره يبقى أنت اتعلم لا تعترض على شيء في هذا الكون تسمع وتطيع ليه؟ لأنك ما تعرفش الأسرار المخفية إيه؟ وده اللي احنا قلناه وربنا عز وجل يقول فيه يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزلوا القرآن تبدأ لكم ففي ناس مش عاجبها حاجة بيعترض لمجرد الاعتراض ويتبجع ويعني يتطاول على الله عز وجل وهذا من أكبر الكبائر لكن نحن معشر المسلمين نؤمن بما نزل وما جاء في القرآن الكريم وما جاء على الرسول الله في السنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الأدب مع الله ليلة الإصراء والمعراج فأعظم مكان لم يصل إليه نبيه من الأنبياء على السلام شوف بقى ربنا أقوله ما زاغ البصر وما طغى رأى الجنة ورأى نعيمها وقصورها لكن لم ينشغل عنها بالله مؤدب مع الله عز وجل تخيل لو أنت داخل أصر معزوم وشفت بقى فواكه وأنهار وحاجات وانشغلت بالنعمة عن صاحب النعمة يبقى ده مش أدب ده اللي بتعلم سيدنا موسى عليه السلام ربنا أقوله وما تلك بيمينك يا موسى طب ما ربنا عارف بس ربنا عايز يبعد عنه الرهبة بتاعة الوحي فلما سيدنا موسى لأ الكلام مع ربنا حل وجميل قال إيه هي عصايا أتوكأ طب ما ربنا عارف أنها عصايا أتوكأ علي وأهش بها على غنم أعدي كلم لي يا موسى طولت الكلام قال لأتنس بالكلام مع الله فالكلام مع الله لا يشبه منه أحد أسأل الله أن يرزقنا حسن الأدب مع الله في العبادة وفي القول والعمل أقول قولي هذا وأستغفر الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر